طبعا احنا دايما عندنا في شد الوجه او الكلمة دي بنقسمها حسب المرحلة العمرية او حسب المعطيات اللي قدامي للمريض طبعا عماية شد الوجه بتبدأ من 50 سنة الجراحي بتبدأ من 50 سنة فما فوق لكن ظهرت عندنا الفترة الاخيرة عمليات التكميم وتغيير المصار خلت فيه نزول في الوزن بزيادة بننزل بالعشرين بالخمسين كيلو ده بيأثر على الجسم وبيأثر بالتالي على الوجه فتراهل الجلد تحس ان الجلد بقى زيادة على حجم الوجه زي ما هو زيادة على حجم الجسم فابتدينا نعمل عمليات شد جراحي للوجه في سن صغير لان المرضى اللي عاملين جراحات التكميم وتغيير المصار ده جزء الجراحي فيه جزء غير جراحي اللي هو بيبدأ من سنة 30 لغاية 50 ده من سميل نون انفيزيف نون انفيزيف اللي هو بدون تدخل جراحي ان احنا بين الفيلر والبوتوكس والسيانة الدورية للوجه والبشرة لو عن طريق السكين بوسترز او محفزات الكولاجن بنقدر نأجل عملية شده الوجه لغاية عمر الخمسين فهو فيه حاجات نون انفيزيف اللي هي غير جراحيا وفيه حاجات الجراحية اللي هي بتبدأ من 50 او لو المعطيات عندي مدياني سن اكبر من السن المفروض المريض فيه اشتركوا في القناة